نبدأ بالمنتخب وخليني يبدأ مع حضرتك بانه شايف ايه بعد مباراة مبارح طبعا منتخب مصر وجزر القمر شايف ايه اوجه الاختلاف بين المباراة دي ومنتخب مصر الفترة اللي قبلها سواء بقى مباراة كينيا ما هي مباراة كينيا اللي كان عليها دايما الهجوم على حسام البادري وعلى المنتخب بصفة عامة مباراة كينيا طبعا كانت مباراة سيئة جدا جدا من حيث المستوى لكن انا دايما اما اتكلم على مدرب زميل ليه دايما احط نفسي مكانه وحط نفسي في نفس الظروف اللي هو يعني اتحط فيها في هذا المكان حسام البادري طبعا اللعيبة كلها يعني اتجمعت في خلال اربع خمس ايام فيه لعيبة جت قبل الماتش بـ 48 ساعة ودايما الاجندة الدولية او القوانين الفيفا بالنسبة لاستقدام الناس المختلفين اللي برا ايه قبل الماتش بـ 42 ساعة ايه قبل الماتش بـ 72 ساعة فما كانش فيه الوقت اللي يحصل فيه الانسجام والترابط بين اللعيبة ويبقى فيه فرصة اللي يبقى فيه ماتش ودي يناسب الفرقة اللي أنا راح لعيبها زي كينيا من نفس المدرسة كل دوت طبعا بيجي على حساب الأداء والانسجام والترابط في الملعب فطبعا يعني كينيا أنا كنت شايف انها فرقة طيبة قوي يعني فرقة مش مش على قد المستوى متاضع متخب مصر وخلى السوشيال ميديا كلها بتهاجم حسام البدري وتهاجم اللعيبة لكن طبعا الظروف كورونا والظروف المنتخب محطوط فيها انه هو بتجمع في فترات أو الوقت اللي مقدرش ياخده حسام البدري عشان يقدر يمرن ويحفظ كلام ده كله ممكن كذا حد يقولك طب ما ده بيحصل مع كل المنتخبات في العالم ما بقاش فيه وقت زي الأول انه يبقى فيه معسكرات ومباريات ودية وغيره يعني ما هو أنا معاكي بس فيه فيه ظروف يعني اللعيبة لعبة الأهل والزمالك بتلعب في أفريقيا اللعبة بيرمز بتلعب في أفريقيا فيه إجهادات برضو على اللعيبة فيه ظروف كتيرة محاطة باللعيبة لكن برضو يعني وده مش مبرر لكن بنقول انه هو يعني في ماتش في ماتش مبارح الصورة تحسنت تماما وده يرجع للإعداد النفسي والزهني من حسام البدري للعيبة اللعيبة عارفت ان فعلا لابد ان هم يعني اي نعم المباركة التحصيل حاصل لانهم وصلوا بالتعادل مع كينيا واحد واحد ولكن الصورة تحسنت جدا مبارح جاء في الشوت الأولاني عملنا شوت عالمي لكن برضو الشوت الثاني رجعنا هدينا شوي وكأننا شبعنا خلاص جبنا أربع أهداف الأول والدين لا يعطيك ولا هتشتريها يعني هو دايما الفرقة المصرية يكسب يتطمن بجول تاني ينام وبعدين ممكن فرقة زي فرقة ضعيفة ممكن في الوقت اللي هو بينام فيه أو بيكسل فيه ممكن يتعادل وممكن يتغلب ويمكن زي ما قلنا مباراة زي دية كانت خلاص تحصيل حاصل منتخب صعد وجزر القمر صعد ولكن في مباريات تانية مش هيبقى ينفع أبدا أن أنت تكون متطمن اللي أنت كسبان بهدف أو اتنين وتبدأ تريح أو تهدأ يعني مفروض يبقى دايما عندك رغبة طول ما أنت عندك فرصة أنك تهدف وأنك تكسب وأنك تجيب سكور أعلى أنك تعمل ده ده طبعا هو هو يعني اللي كان مفروض حسام البدري يعمله أنه مجرد أن المنتخب تجمع والمحترفين جم وما عندوش غير يومين ثلاثة أو أربع خمس أيام يعني ووقت التدريب أو وقت التخفيز ووقت أن اللعبة تعيش معيش معسكر يعرفون يقدر أنه هما يتجنسوا مع بعض ذهنيا وفي الملعب حسام كان مفروض أنه هو يحط سيناريو للمباراة يعني يبقى عارف أنه هو أول ما كان يكسب واحد سفر في ماتش كينيا كان مفروض أن اللعبة تبدأ تحتفظ بالكورة تبدأ ما تفقتش الكورة بسهولة نظراً بقى للإجهادات الموجودة نظراً لأن اللعبة كان بعيدة عن بعض ما فيش ربط بين كل اللعب وبعض ما فيش ربط بين الخطوط كان يقف على الخط ويكلم ويوجه اللعبة يعمله إيه؟ أي دعم آه هيكلم كتير هيزعف كتير في الملعب لكن السيناريو اللي يحطه على قد أيام التدريب وعلى قد التجمع اللي عمله كان يحصل ويبقى حافظ ماء الوجه بأنه هو طلع برضو كسبان لأن فرقة زي كينيا فرقة ضعيفة راحت علينا 3-4 مرات اتعدلوا كان ممكن يجيبوا جول كان يبقى كان يبقى شكلنا مش مزبوط أي نعم إحنا حققنا الهدف صلحنا الصورة في ماتش مبارح ده جميل ده صفحة بقى وحنطويها ونبدأ نفكر في تصفيات كاس العالم المؤهلة تصفيات المؤهلة الكاس العالم في قطر